طيب نقطة تانية مهمة جدا بخصوص مباراة الاهل والهلال السوداني انا مش هتكلم على الفري المنافس ومش هتكلم على الهلال لان اكيد في مرائب وفي منصق وفي اتحاد افريقي وفي لجان بتتابع المباراة الافريقية وبتشوف الاحداث وعيب عليها قرارات ولما يبقى في احداث او لما يبقى في قرار او يبقى في اجتماعات انا اتكلم عليها اذا كان في اخبار متعلقة بهذا الشأن ولكن الناس لازم تعرف ليه الاهل لما بيجي يلعب مباراة على المستوى الدولة على المستوى الافريقي ليه الاعلام الرياضي في مصر بيدم ساحة للمنافس انه عنده لو عنده قضية ليه يطرحها في الاعلام الرياضي في مصر حتى لو قضية من الهوى يعني مش هتكلم على انها قضية عادلة لا هي مش قضية عادلة يعني قبل كده مثلا نادي الرجاء الرياضي المغربي كان بيتكلم على المشاركة في كاس العالم الاندية والقرار تم اتخاذه والاهل موجود واللايحة تم اعتمادها وما فيش قضية ومع ذلك بنسبح بمدخلة لرئيس الرياضي الرجاء في الاعلام الرياضي في مصر فبالتالي نخلق قضية انا بقول نخلق قضية لان ما كانش في قضية تيجي على موضوع نادي الهلال السوداني قرار تم اتخاذه من 25 يناير والمباراة يوم 18 فبراير يعني مرة عليها اكتر من 3 اسابيع فكرة انك مش عندك المعلومة او مش متابع مش زنب النادي الاهلي ولا زنب العبت الاهلي ولا الجهاز الفني للاهلي ولا ادارة النادي الاهلي ان هي كل ما تسافر مباراة افريقيا في الخارج تواجه الضغوطات اللي بيسببها بعض البرامج الرياضية في مصر الناس ما تزعلش منها انا هتكلم بكل امانة وبكل صراحة فكرة ان تفتقد للمعلومة وما عندكش معلومة فتروح للنادي المضيف او النادي اللي بيصديف الاهلي وتخلق له قضية وتطرح له قضية من لاشيء ده هنا انت بتفتقد للمعايير المهنية الف به الناس ما تزعلش مني انا هتكلم بكل امانة يعني في ازمة نادي الرجاء كانت المداخلة غلط وكنت هتعمل ازمة من لاشيء والموضوع انتهى في ازمة نادي الهلال السوداني نفس الموضوع القرار المتاخد من 25 يناير ومع ذلك محدش يعرف حاجة ومحدش بيسأل وبدل ما تجيب مسؤول من الهلال يطلع يقول كلام ملوش اي لازمة تجيب مسؤول من الاتحاد الافريقي يشرح لك ويشرح للنادي المنافس لا بتقدم ساحة للمنافس اللي مع الاهلي يطرح قضيته وهي قضية من لاشيء حد سأل ليه المريخ لعب في ليبيا لا محدش سأل هتماسؤول من الهلال حد سأل ليه الترجي هيلاعب الزمالك باقل من نصف ساعة الاستد لا محدش سأل هتماسؤول من نادي الهلال حد سأل ليه شاببت القبائل وشباب ملوزداد سابوا الملاعب بتاعاتهم وراحيني لعبوا في العاصمة لا محدش سأل هتماسؤول من الهلال حد سأل ليه الاندي الكنغولية سابت الكنغولزوميقراطية وبتلعب في برازافيل لا محدش سأل هتماسؤول من الهلال ايه اللي بيقدموا الاعلام الرياضي في مصر في مواجهة الالف في البطولات الدولية والقرية الفكرة الهدف المعيار يعني معيار الوطنية عند الناس وصل لأي مرحلة انت لو فتحت موقع الاتحاد الافريقي سألت مسؤول في الاتحاد الافريقي هيقول لك بعتنا اخطف اتناشر لكل الاتحادات وكل الاندية نزلت لجنة تفتيش على كل الملاعب في ملاعب تم استبعادها في ملاعب تم تقليل حصة الحضور الجماهير اللي اقل من نصف الساعة وفي ملاعب تم منع الجمهور فيها وفي اندية هتلعب بره ملاعبها وفي دول تانية وفي اندية هتقطع مسافة اكتر من 600 كيلو عشان تلعب في العاصمة عشان تحضر جمهور سبت كل ده وروحت المسؤول في نادي الهيال بيقول تصرحات ملهاش اي لازمة عشان تخلق قضية وبعد ما خلقت القضية شفنا الاحداث اللي حصلت مبارح شفنا الاحداث اللي حصلت مبارح من المسؤول عنها؟ يعني من اللي مسؤول عن الاحداث دي الى متى سيدفع النادي الاهل ضريبة دخول البرامج الرياضية في مصر في نقاط خاطئة وتعامل بشكل سلبي مع قضايا النادي الاهلي بهذا الشكل محد اشترح كل اللي انا قلته المريخ عشان يلعب بجمهور راح ليبيا الاندية الجزائرية عشان يحضر له جمهور بالشكل اللي شفتون بارح ده راح يطل عاصمة الترجع يلعب الزمالك يوم السبت الجاي بعشرين الف متفارج رغم النساعة الملعب ستين الف ليه محد السأل للاسئلة دي بتجيبوا مسؤولين في الكافة هيشرحولك والله بدل من تقول شوية تخلق قضية لنادي منافسة مع النادي الاهلي وبتدي له حقه ومش من حقه لحاجة بسيطة بس انت ما عندكش معلومة فاسأل حاجة هاتم السؤول من الهلال طب ما تجيب مسؤول من الاتحاد الافريقي وليه تطرح القضية من الاساس يا سيدة عايز تطرح القضية ما تقولي اللي انا قلته ده ما عندك ما يقرب من حوالي سبع تمن اندية بتواجه نفس اللي بيواجه نادي الهلال السوداني واحنا على مدار الاسبوع اللي فات ما قصيحنا قنافة قوية هنفضل نتكلم نتكلم اقولك انت بتدافع عن النادي الاهلي والاهلي مش طرف فالمفروض الاعلام المحايد هو اللي يقوم بالدور ده الاعلام الرياضي المصري هو اللي يقوم بالدور ده مش احنا اللي نقوم بيه ما احنا لو قمنا بيه اقولك انت بتدافع عن الاهلي بس احنا ما بندفعش عن الاهلي الاهلي مش طرف بس انت دورك لما تلاقي نادي منافس بيدخل الاهلي طرف تطلع تدافع عن الاهلي لا ما دفعتش عن الاهلي ده انت جبت المنافس يخلى لنفسه قضية رغم انه ملوش حق في اي قضية ده هو اكتر شخص او اكتر مؤسسة اثرت في حق نفسها وفي حق جماهيرها ان هي تلعب للعام التاني على التولي لعدم تطبق المعايير في الملعب ومع ذلك لا هات الاطراف كلها تتكلم على قضية الاهلي ما جبتش ليه حد من المريخ يتكلم ووروح لعب في ليبيا ليه ليه عندك الترجي يوم السادت جاء يلعب بنصف ساعة الاستاد او اقل بنصف الساعة لان الملعب غير مطابق للنواحي الامنية في عدم وجود كراسي في الغيه الشمالية الخاصة بالتالتة شمال او التالتة الميل لجمارية الترجي ليه ما جبتش تليفون بقى من الترجي ويطرح يتكلم في قضيته وان الكاف بيعاند مع الترجي وان الكاف بيعاند مع لعنداء الجزائرية وان الكاف بيعاند مع فيتاكلاب بالكنغولي لا شخص الاضاف الاهلي يا جماعة اللي بيحصل كل سنة ده مش طبيعي مش طبيعي المسألة تخطط فكرة المهنية انت تستسهل ده مش تستسهال انت كده بتسبب ازمات رياضية للاهلي في كل المنافسات والاهلي اصلا مش طرف يا اما الناس تتعامل بمهنية يا اما الناس مش عارفة تجيب معلومة بتتكلمش احنا ممكن نتطوع ونطلع نقول معلومات بس احنا مش الاهلي مش طرف ما هو كل مرة هنطلع نقول الاهلي في موضوع الرجاء والبطولة الافريقية وحكم الفار والمخري بطش الرجاء والاهلي ويلعبوا اصلا كاس على ماندية واحنا مش طرف دوري اطال افريقيا الهلال والاهلي واحنا مش طرف ما الاطراف المفروضة اللي تتكلم في الامور دي الاطراف المحيدة مش احنا لان احنا مش هندافع لان الاهلي مش طرف في القضية ده قرار من الاتحاد الافريقي من لجنة الترخيص على كل الملاعب فيه منتخبات في تصفيات افريقيا هتلعب في المغرب الكونغو الدموقراطية هتلعب في الكاميرون ركزوا في المشهد العام في القرى الافريقية ما بتدوش مساحة لناس مش فاهمة حاجة تطلع تتكلم وتشحصن الموضوع في الاهلي والنهاردة صحف السودانية قابل بقى قابل بقى تصرحاته عنوين جرنانة وبدخل الاهلي طرف في القضية ليه دخلوا الاهلي طرف في القضية؟ لان الاعلام الرياضي في مصر ساهم في ده انا اتكلمت بكل امانة وما عنديش مشكلة العايز يزعل يزعل بس انا بتكلم بمعلومات انا بتكلم بمعلومات انا ما جبتش اتايها المعلومات واضحة بس ما حدش عايز يشتغل اسهل حاجة حط الاهلي طرف في القضية للأسف